بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في هذا الجزء ان شاء الله عن how to calculate volume flow rate في centrifugal bump وإزاي نرى تأثير outlet blade angle على أداء البمب نبدأ به volume flow rate وإزاي نحسبه في centrifugal bump طبعا كلنا عارفين أن الفلوريت أو الكيو بتساوي area المساحة اللي بيعدي منها الفلو في الفلوستي الفلوستي مش هنختلف عليها لأن هي vf الفلو فيلوستي في الدخول أو في الخروج لكن بالنسبة للمساحة لو جينا نبص المساحة اللي بيدخل منها الفلو هنجد أن هي عبارة عن المحيط ده لو إحنا حسبنا المحيط ده هنجد أن الفلو بيدخل من مساحة عبارة عن bfd 1 اللي هي المحيط في العرض بتاع الريشة اللي هو b1 وبالنسبة للخروج بيبقى bfd2 bfd2 الديامتر في العرض بتاع الريشة اللي هو b2 دي كده المساحة ولكن احنا بيقابلنا سواء في الدخول أو الخروج سمك للريشة هذا السمك يجب طرحه ولذلك القانون هيبقى في هذه الحالة كيوها تساوي باي في d ناقل زد في t والزد هنا هو عدد الريش والt سمكها في b اللي هو العرض في vf يبقى كده نقدر نحسب الفيلوريت لو احنا حطينا هنا ده d1 وده b1 يبقى الحساب ده عند الدخول لو احنا حطنا 2 يبقى الحساب هنا عند الخروج ولكن في قانون آخر ممكن نستعمله اللي هو بنقول كيو بتساوي epsilon في باي في d1 في b1 في vf1 او epsilon في باي في d2 في b2 في vf2 والإبسلون في هذه الحالة بتسمى اللاود في لو ريشيو لنسبة السماحية الخاصة بالريشة يعني فرضا لو احنا قلنا ان السمك الريش يشغل 10% مثلا من المساحة ففي هذه الحالة الابسلون بتكون 90% وهي المساحة اللي بيمر منها الفيلو ننتقل للجزء الثاني وهو effect of outlet blade angle زي ما قلت في محاضرة سابقة ان البلات زي عندنا لها عدة اتجاهات اذا كان الميل في الخروج بهذا الشكل بتسمى forward وبتكون beta اللي هي زاوية الخروج بتبقى اكبر من 90 درجة اما لو كان الخروج بهذا الشكل فتسمى radial والبيتا بتاعتها بتسعين اما لو كان اتجاهة دوران بهذا الشكل والريشة واخد هذا الميل فبتسمى backward والبيتا بتاعتها اقل من 90 زي ما هو واضح قدامنا ان مسلس السرعات بيختلف في الثلاث حالات لان دايما الموازي للريشة بيكون اتجاه الريلاتيف وبناء عليه بيتم رسم بقية الاضلاع الخاصة بالمسلس لو حبينا نقارن بين الbackward والforward والradial التلات انواع دول هنجد الاتي ان في حالة اتكون instant speed لو رسمنا علاقة بين الفلوريت والهيد طبعا ده نقصد به theoretical head فهنلاقي ان في حالة الفورورد كل ما بيزيد الفلوريت كل ما بيزيد الهيد اللي طالع ده في حالة الفورورد اما في حالة الradial كل ما بيزيد الفلوريت بيظل الهيد سابت لوثي theoretical head بيظل سابت في حالة الbackward كل ما بيزيد الفلوريت الهيد بيقل فده بيضينا ظاهريا ان الbackward هي اقلهم اداء ولكن علشان نقدر ندرس الاداء بشكل افضل يجب ان نشوف العلاقة او تأثير ده على الباور المستهلكة فيها البامب لو رسمنا علاقة بين الQ وبين الباور عند constant speed هنجد ان في حالة الforward بيكون طبعا في جميع الاحوال اللي ما بتزيد الفلوريت المطلوب من البامب بيزيد الباور استهلاك الباور بيزيد طبعا ولكن هنجد في حالة الforward الزيادة بتكون عالية جدا اما في حالة الradial بتبقى اقل وفي حالة الbackward بتكون اقل يعني لنفس الbackward هنجد ان الbackward بيكون استهلاكها اقل من الradial اقل من الforward ولذلك بنجد ان الbackward هي النوع الاكثر استخداما وان لم يكن النوع المستخدم بشكل كامل في كل التطبيقات الموجودة والناس بتتفادى دايما استخدام الforward لانها بتؤدي الى حدوث ظاهرة تسمى الcavitation وان شاء الله هنفرد محاضرة خاصة لمعرفة ما هو الcavitation وكيفية منع حدوثه في البمب اشتركوا في القناة